في المنابر الإعلامية يتهموا نعيمة الشرمية إنها مغيارة هذك عليش نعيمة ديما تهاجم في الليكخونيكوز اللي موجودين على القنوات التلفزية على سبيل المثال حانين العش بيز زردي حانين العش عمري ما هاجمتها صديقتي حانين العش عشف تصويره ولا لي لا لا ما فهمش حانين العش ما لا يتبلغوا عليك لي لا ما فهمش صديقتي حانين العش شكون الليكخونيكوز اللي انت حكيت عليهم من عندك انت تكون نعديك أفرح خلينا أميمة نحكيت علي كخونيكوز نحكيه على المضامين الأعلامية اللي هو مضمون أعلامي لازم نعرفه بالمضمون الأعلام انتي كدي كخونيكوز اليوم اللازم نقدمه احنا في مضمون أعلامي عنده شروط اللي هي شروط الاخلاقية المهنة الصحفية دونك بشي نجم يتبث في ديوانة فيم ولا يتعدى في أغابيسك ولا يتعدى على حتى يوتوب دونك أنا عمري لهجمتها حانين العش صديقتي حانين العش وديما نتقابلو وتحية لها حانين وهي تعرف رأيي فيها دونك هجمت بايا الزردي في المقابل ما هجمت هايش هو شو احنا هذي لغة غيرة ديجا فيو ولغة هجوم ليه إينا نتفرج في حاجة نعلق نتفرج في حاجة نعلق سونيا الدهميني تعجبني بايا الزردي اللي تقدم فيه قلت لا يرتقي لي أنو يكون منتوج أعليمي واضح وصريح وخاصة انكي طلبت بتعدد الزوجات اللي هو أمر محصوم فيه معني يا سب موش مهاجمة لعبتك تمشي وغيرة شنو علش بش نغير منها سامحني علش نو قطرة هي موجودة في الاعليم وانتي لأنا متواجدة بالحكس يا قميمة أنا اليوم متواجدة بقلمي لعبت اللي ما تفهمش اليوم أنا متواجدة وحمد الله يا رب العالمين واختيار مني يا راه أنا كنت سنبش نكون فيه تلفزة متلافز اللي تشوف فيهم أنا باختيار مني ما عادش نحب نظهر علش هكا نحب ما نحبش نحب نعلق في الشأن العام نحب نقعد حرة بكلمي ما ما رفض طاعت بالروح كان مش تخني بسي برنامج حريتك ستقيد؟ طبعا علش؟ طبعا أنا خاطر اليوم بارشح سبيت و بارشح سبيت معنيتها أنا كنت زوز من جين كلموني سني كنت بش قولي ورفضت ورفضت ما نجام شنو زوز لي مناجام شنو قولهم هما زوز تلفز كارتاج بلوس وتونسنا كنت بش تكون معيش عثمين؟ لي لي مش عيش عثمين كنت بش نكون مع حنين شجراني في البرنامج متاحة وكلمتني حنين وكلمتني المونجة وما البرنامج مرأيش النور وكنت بش نكون وسابرين سابرين معاو يزا دولشات للدعوة قتلي جا بحذينا وكل شي خامو في حاجة لي أنا معتش عيني فهمت أنا حب نقعد نعلق كيف ما نحبينها في شأن العام؟ عندك الحرية الكتابة؟ ليه ليه هي الحرية وميمة لازم نقولوا راهي حرية ما فيش تلبة ما احنا درجة في ويذية خير مني وتهين شكوني هي فهمت؟ انتي قلت بو بيزار دي عندها كميم تجربة كبيرة في الاعلم محترموا تجربة سمحني شنية تجربتها؟ عندها تجربة إذاعية تلفزية عندها كميم مناعين مرحبا بيها مرحبا بيها أما خطابها عندها خطاب ميزوشيني ما قلنا شي احنا انتي انتي تطالب بالحرية وبحرية الأراء والتعبير يعني عليش ما نقبلوش الاختلاف؟ هي رايها معا تعدد الزوجات وعندها أسبابها ليه 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 هدا قانون نكمل لك كلمة هي يمكن عندها نظرتها ويمكن ذلك رايها ونعيم الشرميتي عندها راي مخالف في تونس عنا الاشكال هيدا ما نقبلوش الاختلاف وسعد تلقى أكبر وإلا أكثر المهاجمين هما اللي يطالبون بالاختلاف غالطة هون يومي خلي نفسر لك الفكرة متاعي هيدا قانون محسوم فيه هيدا قانون منع تعدد الزوجات محسوم فيه منذ الاستقلال محسوم فيه الأمر منه جموش نحكيه عليه اليوم نحكيه عليه تحب يا أميمة اليوم هي تعرضت العنف ووقفنا معها في قضية كايكلاي بي بي جي وزيرة المرأة وجهت بيين الوسائل اللي عليهم شديد اللهجة في البريود اللي هي تحكي فيها على تعادد الزوجات رأوا ليزمك انتي انا كنمشي المحكمة نخدم ولكن نحكي مع سلم وعن فات صدقني راح مريضة أميمة روح تخومتي زي بالعنف اللي قاعد يمرسوا فيه حتى وصل للقتل والشهادات دونك رأوا انتي كتكون هي مشال عليها مؤثرة وبالحق مشال عليها وعندها بلاتو تخدم فيه معناتها يميزها ويوصل صوتها لازمك تكون في صف المرأة لا أكثر ولا أقل ما فما نحتق هذا موضوع تفصل فيه ايجا نتناقشو في الحجاب نتناقشو ايجا نتناقشو فيه مواضيع أخرى محسمش فيها القانون أمره الموضوع محسومة ما فيهوش اختلاف فهمتوا مايما تقييمك